ميكايل فل عليكم تركات البسبوسة نجحة 100% البسبوسة دي انا بعتبارها ملكة الحلويات لانها بصراحة كده ملهاش حل ملهاش يعني بيش وصفة تبقى في جمالها بس هي الفكرة ان انتو تزبطوها او بالمعنى الاصحة تشوفهم قدير مزبوطة 100% عشان تطلع معاكم صنية البسبوسة زي ما بنقول كده كما قال الكتاب طرية بقى ومرملة وطعمها حل ولونها دهبي وفوق ده كله لما تيجوا تكلوها كده تحسوا انها زي بتاعت بره بالزبط طريقة عمل البسبوسة الصح 100% بتاعت الحلواني هتشوفوها معايا النهر ده بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر واتفعلوا الجرس على كلمة الكل و لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وما تنسوش بقى تعملوا شيرة عشان كل الناس تشوف وصفة البسبوسة بتاعت النهاردة و لو دي رأيكم في الكومنتات في ترميلة البسبوسة وحلوة البسبوسة اللي انتو شايفينها قدامكم تستاهل كام لايك يلا نشوف عملنا البسبوسة دي ازاي بمنتهى البساطة اول حاجة هنجهزها هنجهز الشيرة او الزيرب او الشربات بتاع البسبوسة في الخلاط زي ما انتو شايفين هبتدي ان انا اضيف كباية ونص من المياه عليها كباية من السكر وزرة صغيرة من ملح اللمون وعصرة لمونة اضرب ده كله في الخلاط لحد ما يدوب تماما ملح اللمون او سنة ملح اللمون دي بتزبط الشيرة او الشربات بشكل مش طبيعي بتخلي طعمه حلو جدا 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 بتحط عصرة لمون خفيفة مش بتحط لمون كتير وطبعا تقدروا تضيفوا فانيليا للبسبوسة علشان خاطر تبقى الشربات لينك حلوة بعد ما تضربوهم في الخلاط كويس جدا تنازلوهم في الكسرولة او في حل على النار وتصبوهم الشربات بتاع البسبوسة بيكون شربات خفيف مش بيكون شربات تقيل مش بيلزق مش بيبقى مشمع كده لا بيبقى سايب وخفيف علشان يحل البسبوسة بتاعتي طرية وفيه تركاية حلوة هقول لكم عليها تحطوها في الشربات لانها بصراحة بتفرق خالص في طعم البسبوسة بس بعد ما نسوي الشربات نص التسوية كده هقول لكم ايه اللي انتم ممكن تحطوه للشربات عشان يخلي طعم البسبوسة بالطعم زي بتاعت برا بالصبع اهم حاجة لما تضربوا المكونات في الخلاط يبقى كل المكونات سايبة ولازم ينزل معكم الخليط لونه ابيض شفاف بالشكل اللي انتم شايفينه ده والشربات بتاع البسبوسة متحاولش ان هو يبقى مصفر زيادة عن اللزوق او يبقى ملزق او يبقى تقيل لان الكلام ده بيبقى شربات الكنافة وشربات الحلوات الشرقية مع عدل بسبوسة بسبوسة شرباتها بيكون خفيف شرب بسرعة وفي نفس الوقت تقدر ان هي تمتص بسهولة تقريبا بيقعد من ثلاث دقايق لخمس دقايق مش اكتر من كده على النار هادية وده خلاص مدة كافية جدا ان احنا نسوي الشربات ونحطه على جنب يعني نسويه كده ونهديه كده على جنب لان البسبوسة لازم تكون هي سحنة والشربات نكون احنا مبردينه تماما تماما يفضل ان هو يتعامل قبلها بساعتين ما يكنش فيه اي سخونة خالص عشان تقدر البسبوسة تتشرب الشربات اول ما توصلوا للمرحلة دي في تسوية الشربات حطولوا معلقة من السمنة لان معلقة السمنة دي بتعلم في الشربات وبتخلي طعم الشربات زي بتاع بره بالضبط وكمان بتخليكم عاملين البسبوسة كأنكم عاملينها في سمنة بلدي مع ان انتم عاملينها في سمنة عادية بعد كده بتطيبوا بقى البسبوسة تقريبا ده كيس من كياس البسبوسة وطبعا كياس البسبوسة بيكون مكتوبة عليها ان فيها بيكينج بوضر وفيها حاجات كتير كتير بس هنعملها بالطريقة الصح هنبتدي ان احنا نضيف لكل كيس من بيكينج تقريبا وزنه نص كيلو هحط له 3 معلق من السكر وقلبهم كويس جدا ولازم تحطوا سكر في عجينة البسبوسة يا جماعة عشان تطلع معاكم مصبوطة وحلوة قوي قوي سكر خشن ما تحطوه السكر بودرة في عجينة البسبوسة عشان ما يتحرقش وبعد كده هتبتدوا ان انتم تحطوا زي ما انتم شايفين جدا حطينا حوالي 3 معلق من السكر العادي وقلبناهم كويس جدا وحطينا حوالي نص معلقة من البكينج بودر علشان خاطر نبتدي ان احنا نرفع معانا البسبوسة كويس قوي وبعد كده جبنا السمنة طبعا مسيحينها حوالي ربع كباية من السمنة مدفينها سنة في المايكرويف او على البوتجاز لازم السمنة تبقى لافية شوية نقلب كده السمنة ونبس البسبوسة كويس جدا جدا بحيث كل حبيبات البسبوسة تتغلب بالسمنة من كل الاتجاهات ودي حاجة مهمة جدا 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 ولازم توصلوا للقوام الرملي ده قبل ما تضيفوا اي حاجة سايرة للبسبوسة علشان خاطر البسبوسة تتضبط معاكم زي ما قلتلكم دي معلقة ربع معلقة من البكينج بودر وحتى لو مكتوبة على الكيس ما تحطوش بكينج بودر لا احطوش شوية سوية من البكينج بودر لانه بصراحة بيخلي البسبوسة تحفى جدا 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 انا قررت النهاردة اللي انا استغل الموسم البرتقان والفاكهة الشدوي وان انا اعمل البسبوسة بالبرتقان ناس كتير طبعا بتعملها بالزبالي وباللبن وكده يعني بس انا فكرت ان انا اعملها بعصير البرتقان حاسيت ان هي تبقى نكيتة جيدة وجميلة وفعلا اللي حسابته لقيته بالعكس بقت جميلة جدا جدا وراحيتها حدوة قوي قوي البرتقان سلاحبه غوضة قوي قد بالبتقان ابتدأ تقريبا ا عاضرها على� لكن المقدار بالست許رutsة الشدوي من المياه. وطبعا المياه متكونش ساقعة وتكون مياه عادية من الحنفية. تعصرها كويس جدا جدا يا جماعة. وتصفوها عشان خاطر الالياف بتاعت البسبوسة دي. او الالياف بتاعت العصير متبقاش تقيل على البسبوسة. تبقى عصير خفيف قوي قوي. بعد ما تعصرها كويس تبدأوا ان انتو صفوها وتاخدوا حوالي نص كباية منها. وتبدأوا ان انتو تعجنوا بيعجينة البسبوسة. بس نخلي بالنا مهم جدا. ان في مرحلة العجن ان احنا ما نعجنش قبل ما نغلف حبيبات البسبوسة كويس. اوي اوي بالسمنة او بالزبدة او بالزيت على حسب المادة الدهنية اللي احنا مستخدمينها. لان احنا لو عملنا كده اللي بيحصل ان البسبوسة بتبقى عبارة عن عجين. لازم الاول نكون مغلفين السمنة بالبسبوسة ولازم السمنة تكون دافية. والعصير ده يفضل كمان ان هو ما يكونش سائع يعني يكون مياه اللي تدافي شوية. يعني نحاول ناخد او نستخدم المياه اللي احنا هنستخدمها في العصير تبقى دافية سنة. ده بيكون افضل وبيدي نتيجة افضل بكتير للبسبوسة. طبعا ممكن الناس تستخدم الزبادي عادي. وممكن بس الزبادي طبعا هتطلع عبر التلاجة. وممكن تستخدم اللبن برضو عادي بس برضو ما يكونش من التلاجة او من الفريزة. بنبس البسبوسة بسات خفيفة كده زي ما انتم شايفيني ده. بندخل العصير جوه البسبوسة لكن مش بنعجن فيها ولا بنعمل لها زي العجينة كده ولا بنقلبها. بنمسكها كده بيدنا لأ حاجات خفيفة جدا جدا عشان خاطر البسبوسة تبقى مرملة معانا لما نيجي نسقيها بالشربات. ومتبقاش عبارة عن عجينة لان ناس كتير جدا بتكتبلي في الكومنتات بنمشي على كل خطوة. برضو البسبوسة تبقى معجنة بتبقى معجنة لانك عجنتيها زيادة عن الزوم اللي بتي فيها كتير. يعني بصي اتعاملتي معها كأنها عجينة مش كأنها بسبوسة فخلي بالك من الحتة ايه. طبعا هتحطوا المكسرات بتاعتكم جوز الهند ووزبي وفول السودان اي حاجة تكون عندكم تحبوا تحطوها في عجينة البسبوسة حطوها. حطوا المكسرات جوه العجينة وحطوها كمان لما تيجوا تزينوا بها البسبوسة بتدي نتيجة حلوة اوي اوي. هتجهزوا الصينية بتاعتكم اختاروا الصينية الوسطينية دايما لما تيجوا تعملوا البسبوسة دهنوة كويس اوي بالسمنة. مفضل كمان انها هتكون سمنة صيحة عشان تتأكدوا ان كل حتة في الصينية دهنة او تخدم الكويس بالسمنة عشان البسبوسة متلزقاش ابدا. تكونوا مجاهزين الفرن مسخنينها حلوة جدا فوق وتحت وكمان الشواية. بتصبوا البسبوسة وده القوام المزبوط جدا جدا للبسبوسة بتنزل عادي جدا. تفرض في الصينية عادي جدا مش بتكون تقيلة مش بندبها بايدينها زي ما انتو شايفين كده. بنتعامل معاها بكل بساطة. وبعد كده بقابلت ده انو انتو تحطوا البسبوسة في الرف الوسطاني تقريبا بتاخد نقول من. اه اتناشر دقيقة لخمستاشر دقيقة مش اكتر من كده بتخرج من من الفرن على طول وهي سخنة جدا جدا بنكون مجاهزين الشراء اللي احنا بردناها. اه ما تنسوش بعد خبطوا صنية البسبوسة خبطتين تلاتة قبل ما تبدأوا ان انتو تعملوا اه قبل ما تبدأوا ان انتو تزقوه علشان خاطر اه قبل ما تبدأوا انتو تحطوها في الفرن عشان تبقى مزبوطة معاكم بالشكل ده. ولو طلعت سمنة في العلوش ما فيش مشكلة دي بتبقى بوائي من السمنة اللي احنا دحنين بيها الصنية. جلا ندخل الصنية الفرن عشان خاطر اول ما نطلحها على طول نبتدي ان احنا نزقيها بالشيرة بتاعتنا. وطبعا اول ما تخرج من الفرن على طول نزقيها بالشيرة اللي سقعة. ونغطيها ودي مرحلة مهمة جدا جدا ان احنا لازم نغطي البسبوسة بعد ما نزقيها على طول بالشرباط. وعلى طول زائناها وبعدها غطناها وبعد كده طبعا قطعناها وطبعا ازيناها بكل المكسرات اللي تكون عندنا. اتمنى الوصفات من عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة فعلوا الجرس على كلمة الكل. وما تنسونيش بقى في لايك وشول الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. شكر كل اللي بتابعني وبانتصف القناة مرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. تحياتي ليكم بالفعل وشيف اشوفكم دايما يا رب على خير قريب. اشتركوا في القناة